بداية بقى الفترة القادمة نروح لمؤتمر كيروش نشوف أحمد حجازة ليه ونرجع لكم تاني المباراة الثانية المجموعة وكانت أمام السودان توقعاتي لهذه المباراة هو نفس التوقعات التي نسعى إليها حتى نهاية المسابقة واللعب بكرة قدم رائعة لإظهار مهارات المنتخب المصري وطريقة لعبه المميزة وبالطبع مع كل الاحترام والتقدير للخصم فسنسعى لتحقيق الفوز وسنبذل قصارى جهدنا ليظهر اللاعبين قدراتهم وأنهم سيحققون الأفضل على أرض الملعب وكوننا الأفضل على أرض الملعب ستكون هناك فرصة للفوز فيما تعلق بهذا السؤال أشكره لأنه يعطيني الفرصة الآن لوضح ما قلته في المؤتمر الصحفي السابق على الإطلاق لم أذكر أنني غير راضي على مستوى المنتخب الوطني هذه أمور غير حقيقية وكاذبة وبالتالي ولا أعلم من أين أتوا بهذا الحديث ولكن أحترم كل الآراء نحن نعيش في عالم حر وكل جميع يستطيع أن يقول ما يحل له وأنا أقول ما أقوله ولكن المنتخب أدى مباراة أكثر من رائعة ومن الناحية الفنية والناحية التكتيكية في الدفاع وفي الهبوم قلت بأننا قمنا بخلق 16 أو 17 فرصة للتسجيل وحارس المرمى لبنان وبكل الاحترام أيضا وما أدى صلاح أيضا يستحق ليس فقط أن يكون هو صاحب هذه الرحلة أيضا البطولة كان عندنا شايف أنه ممكن أن نفنش بطريقة أحسن من كده للموتش اللي فات كان ممكن أن نجيب فرص أهداف أكثر من كده لكن طبعا دي بداية البطولة ومع الموتشات اللي جاية اللعيبة منتخب مصر كلها عندها سكة كبيرة جدا لعبة منتخب مصر اللعيب اللي بيجي منتخب مصر أكيد عنده شخصية كبيرة أنه يقدر يتعامل مع الضغطات ومع حتى لو فيه ماتش أنه ما قدرش يسجل يقدر يسجل الماتش اللي بعده فأعتقد أن الموتشات اللي جاية هيكون الأداء أحسن من كده وإن شاء الله يكون النتيجة أفضل واللعيبة تكون أهدا قدام الجون نقدر أن نسجل أحسن طبعا أي لعيب بينضمن منتخب مصر لعيب جديد بيكون لعيب مهم جدا لمصر عموما ويكون لعيبة عنده إمكانيات عالية فأكيد الانسجام عن طريق الجهاز الفني طبعا بيحاول يدخل اللعيبة كلها بسرعة للفريق وده دور حتى اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في الفرقة ودورنا على طول للناس اللي موجودة على طول في المنتخب إن احنا بنحاول نخلي اللعيبة على طول تدخل في أجواء المنتخب والماتشات كمان بتجيب اللعيبة دي فأكيد احنا إن شاء الله مع البطولة ومع الماتشات اللي جاية هيكون الانسجام أحسن بكتير وإحنا بنبدأ مرحلة جديدة كل مباراة وكل تمرين بننزله يمكن المدرب مستر كيروش على طول بيتكلم معنا في النقطة دي إن احنا محتاجين كل تمرين ننزل كل ماتش إن احنا عايزين أنه أحسن من التمرين لقبله وأحسن من المباراة اللي قبلها احنا عايزين أنه بقى أحسن من منتخب مصر الماتش اللي فات فدي حاجة مهمة جدا بالنسبالنا إن احنا نطور من نفسنا وإن احنا نشوف أخطاءنا ونحاول نحسنها واللي نسجمع بعض طبعا جزء مهم جدا جدا للمنتخب لأن احنا طبعا منتخب ما بيتجمعش كتير ففرصة كويسة جدا اللي يكون فيه بطولة مجمعة نقدر إن احنا ننساجم أكتر عندنا إن شاء الله بطولة أفريقيا برضو نقدر ننساجم أكتر وأكتر ونقدر نخش على كل المتشاط مهمة بالنسبالنا إن احنا نكون جاهزين لها ترجمة نانسي قنقر